بسم الله الرحمن الرحيم ودرس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية ونهتدي درسنا اليوم يا أبطال من القوانين الصفية وهي الجلوس جلسة صحيحة إحضار أدوات المدرسية كاملة والاستماع إلى شرح المعلم دون مقاطعة رفع اليد عند الإجابة هيا بنا يا أبطال نتعرف على القيمة التربوية لدرسنا اليوم والقيمة التربوية هي النظافة العامة حيث جاء في القرآن الكريم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسروا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق وأمسحوا وأمسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأن كنتم جنوبا فاتخروا صدق الله العظيم ثم جاء في الحديث الشريف عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تعني القيمة يا أبطال تعني القيمة لنا بأن النظافة العامة واجب على المرء المؤمن المسلم أن يكون نظيفا رشيقا أنيقا في حياته اليومية كما أنه على صلة مع الله سبحانه وتعالى في طاعة وطهارة وصفاء القلب يرجو الرسول ورب العزة عز وجل منا أن نكون مظفاء في البدن والثياب في حياتنا اليومية من الزمين بارك الله فيكم ثم نأتي يا أبطال لتالي من درسون اليوم هيا بنا نتعرف على أنوان درسون اليوم يا أبطال أنوان درسون اليوم هو قطر طبيعيا الجزء الأول هدف درسون اليوم يتوقع من الطالب نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يتعرف الطالب الموقع الجغرافي لدولة قطر بشكل صحيح ثانيا يتعرف الطالب أشكال سطح الأرض بشكل سليم الهدف الأول لدرسون اليوم أن يتعرف طالب الموقع الجغرافي لدولة قطر بشكل صحيح عفوا قطر طبيعيا إن الأرض التي تعيش عليها تختلف في أشكالها الطبيعية وفي هذا الدرس نتعرف أهم الخصائص والسمات الطبيعية لدولة قطر عزيز الطالب إليك الموقع الجغرافي من خلال الخريطة التي أمامك فهي بنا نتعاون مع زملائك ونستنتج ما يلي لدينا من خلال الخريطة بأن دولة قطر تقع في الخليج العربي وهي تحيطها المياه الخليج من ثلاث جهات وهي من الشرق والغرب والشمال ومن الجنوب تتصل مع المملكة العربية السعودية فنستنتج بذلك يا أبطال بأنها شبه جذيرة تحيط بها المياه من ثلاث جهات إذن لاحظ وأكمل أولا تبدو خريطة قطر على شكل أحسنتم يا أبطال شبه جذيرة تحدوها المياه الخليج من مياه الخليج من أحسنتم الخليج العربي من ثلاث جهات وهي الشمال وماذا يا أبطال أحسنتم والشرق والغرب تتصل باليابس من جهة القنوب أحسنتم إقابة رائعة من جهة القنوب عند حددها مع مع من امتازون السعودية إذن استنتجنا أطال من السابق أن خريطة قطر على شكل شبه جذيرة تحدوها مياه الخليج العربي من ثلاث جهات وهي الشمال والشرق والغرب تتصل باليابس من جهة الجنوب عند حدودها مع السعودية إذن أطال نستنتج مما سبق أن قطر عبارة عن شبه جزيرة تحيط بها مياه الخليج العربي من ثلاث جهات وهي الشمال والشرق والغرب بينما تتصل باليابس من جهة الجنوب عند حدودها مع المملكة العربية السعودية ملخص الهدف الأول لدرسون اليوم يا أطال ممتاز نستنتج مما سبق من الهدف الأول لدرسون اليوم أولا أن قطر عبارة عن شبه جذيرة ثانية تحيط بها مياه الخليج العربي من ثلاث جهات وهي الشمال والشرق والغرب بينما تتصل باليابس من جهة الجنوب عند حدودها مع المملكة العربية السعودية الغلق البنائي السعودية السؤال الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي تبدو قطر على شكل شبه جزيرة ممتدة في مياه الخليج العربي هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ ممتاز أحسنتم عبارة صحيحة الهدف الثاني لدرسون اليوم يتعرف الطالب أشكال سطح الأرض بشكل سليم وهي الأشكال الداخلية أشكال سطح الأرض الداخلية أولى تتنوع أشكال سطح الأرض الداخلية ويخصها المخطط التالي كما نرى يطلق عليها أشكال سطح الأرض الداخلية عن أي شيء تعبر الصورة الأولى يا أبطال؟ أمامكم دقيقة للإجابة أحسنتم التلال إذن تعبر عن التلال الصورة الثانية عن أي شيء تعبر أحسنتم رائعون الدحول والصورة الثالثة بارك الله فيكم الروضات الصورة الرابعة ممتاز كم أنتم رائعون الكثبان الرملية تعبر عن الكثبان الرملية مبدعون حقا هذه صور لأشكال سطح الأرض الداخلية هل تعرفها؟ نعم نعرفها ونذكرها إجمالا كما ذكرناها سابقا أولا التلال وارتفاعها عن ألف متر فوق سطح البحر أحسنتم تعبر عن الدحول هي الكهوف الأرضية التي انهارت الأجزاء العليا منها مثل دحل الحمام عن أي شيء تعبر هذه الصورة ممتاز الروضات راد منخفضة تتجمع فيها مياه الأمطار وتربتها طينية خصبة صالحة للزراع مثل رودة راشد عن أي شيء تعبر هذه الصورة ممتاز الكثبان الرملية تعبر عن الكثبان الرملية وهي كتل من الرمال تكونت بفعل الرياح كما في منطقة سيلين منخص الهدف الثاني لدرسنا اليوم التلال هي مناطق مرتفعة مرتفعة أو يرتفع سطحها عن سطح البحر مثل تلال دخان وطوير الحمير يقل اتفاعها عن ألف متر فوق سطح البحر الدحول هي الكهوف الأرضية التي انهارت الأجزاء العليا منها مثل دحل الحمام الروضات أراضي منخفضة تتجمع فيها مياه الأمطار وتربطها طينية خصبة صالحة للزراعة مثل رودة راشد الكذبان الرملية هي قتل من الرمال أو قتل من الرمال تكونت بفعل الرياح كما في منطقة سيلين ثم نأتي للغلق البنائي لهدف الثاني من درسنا اليوم الكتاب المدرسي صفحة ثلاث صفحة سبعة وثلاثون السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية من أشكال سطح الأرض الداخلية في دولة قطر ماذا؟ أحسنتم التلال السؤال التالي الكهوف الأرضية التي انهارت أجزاؤها العليا فكونت فتحات على سطح الأرض توربي اسمي ماذا يا أبطال؟ ممتاز أحسنتم الدحول ونأتي إلى الغلق الختامي لدرسنا اليوم نستنتق مما سبق أن قطر عبارة عن شبه قزيرة تحيط بها مياه الخليق العربي من ثلاث جهات وهي الشمال والشرق والغرب بينما تتصل باليابس من جهة الجنوب عند حدودها مع المملكة العربية السعودية التلال وتعلمنا هي مناطق يرتفع سطحها عن سطح البح مثل تلال دخان طوير الحمير يقل ارتفاعها عن ألف متر فوق سطح البح ثم لدينا الدحول وهي عبارة عن الكهوف الأرضية التي انهارت الأجزاء العليا منها مثل دح الحمام ثم لدينا روضات وهي أراضي منخفضة تتجمع فيها مياه الأمطار وتربطها طينية خصبة صالحة للذراعة مثل روضة راشد ثم لدينا الكذبان الرملية وهي قتل من الرمال تكونت بفعل الرياح كما في منطقة سطح البحر ونأتي إلى الواجب الطال الواجبات الكتاب المدرسي صفحة سبعة وثلاثون وثمانية وثلاثون السؤال الأول والثاني ثم حل التدريبات على الموقع الإلكتروني المدرسي ونأتي إلى شهادة شكر وتقدير كما تعودنا تشكر مدرسة الاندلس الابتدائية الخاصة للبنين لقسم الدرسات الاجتماعية الطالب محمد راشد الغفراني وذلك لتفعوقه الدراسي في مادة الدرسات الاجتماعية الأسبوع الماضي بتريه خمسة تسعة عشرون اثنان وعشرون مدرس المادة الأستاذ رمضان حسن عمار نحييكم وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وأمنه إلى لقاء جديد مع أسرة الدراسات الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر